إذن نتوتر في الحدود القصوى بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان وها هو عمران خان يهدد ويحذر سنحاول تلخيص ما جرى خلال الساعة القليلة الماضية مقاتلتان هنديتان شنتا غارات ضد مواقع داخل الشق الباكستاني من كشمير وهما من طراز ميج 21 نتائج الغارة بحسب الرواية الباكستانية اسقط طائرتين في اشتباك جوي بين الطائرتين الهنديتين المهاجمتين ومقاتلات باكستانية أقلعت للتصدي للغارة إحدى الطائرتين سقطت في الجزء الهندي من كشمير والأخرى في الشق الباكستاني من المنطقة المتنازع عليها وأعلنت إسلام أباد عن أسر قائديها الرواية الهندية استهداف طائرة باكستانية أثناء مشاركتها في عملية لضرب منشآت عسكرية في الجانب الهندي الرد الأول من باكستان كان أغلاق مجالها الجوي حتى إشعار آخر كل هذا التصعيد بعدما نفذت الهند ضربة جوية إذن داخل باكستان بالأمس في استهداف لمعسكر مسلحين من جماعة جيش محمد في مدينة بلاكوت شمال غرب باكستان وأعلن ندله عن قتله عشرات المسلحين في وقت نفذ فيه باكستان وقوع أي إصابات أو قتلا واحتفظت لنفسها بحق الرد كل ما جرى وسيجري من توتر كانت بدايته عندما شن انتحاري في الرابع عشر من فبراير عملية في الجانب الهندي من كشمير وقتل بحسب الرواية الهندية بل قتل خمسة وأربعين عنصرا من الشرطة وقالت إن المهاجم يتبع لما يسمى بجيش محمد الذي تقول الهند أنه يتخذ من باكستان معقلا له لمهاجمتها اشتركوا في القناة